على الرغم من الضرر الكبير لمشروع الربط السككي وما يترتب عليه من هيمنة إيران على العراق سياسيا واقتصاديا إلا أن حكومة السودان ماضية في إنجازه بعد تعهودها لخام مينئي بجعل العراق أكبر سوق في المنطقة للبضاعة الإيرانية رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني وضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران والذي يبدأ من الشلامتش وصولا إلى اللاذقية السورية مع أنه في وقت سابق أقر بالضرر المترتب على هذا المشروع أي ربط سككي مع أي دولة من دول الجوار يمثل تفريق في كل موانئ العراق وليس ميناء الفاو مشروع الربط السككي سيقضي على الأهمية الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير وفقا لخبراء اقتصاديين حذروا من خطورته على العراق وأهميته الكبير لإيران إذ من شأن المشروع يمنح طهران مزايا السيطرة على الأسواق في العراق وسوريا ولبنان وحتى الأردن فضلا عن أنه يعطي إيران الفرصة في إيصال إمداداتها العسكرية إلى سواحل البحر المتوسط الأمر الذي يعني المزيد من السيطرة والنفوذ على المنطقة وزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار قال إن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران لا ينحصر بنقل المسافرين وإن هذا الادعاء كاذب لعدم ورود أي حصرية بذلك فيما تم تخصيص 230 مليون دولار لمشروع الربط السككي كقطوة أولية لخط البصر الشلامتشة بطول 32 كم بحسب صحيفة فينانشال تربيون التي أكدت أن العراق سيتحمل الكلفة الأكبر في تنفيذ هذا المشروع يبدو أن إيران تسير وفق خطة ممنهجة لبسط سيطرتها ونفوذها على العراق والمنطقة سياسيا واقتصاديا في ظل سياسة التخادم المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية